طيب يا شباب اهلا بكم او راتحكم مستربيت واهلا بكم فكورة بكم في فيديو جديد وايه في حلقها دي دا فيه تعلم تراريا مع مستربيت. اهلا بكم شباب في فيديو جديد وفي حلقها ده فيه السلسلاتنا تعلم تراريا مع مستربيت. والناهاردة يا شباب هكون بشرح لكم دليلك الكامل للأعشاب في تراريا. واللو انتечно و Maine بديتساءل ليه ايش معنا يعني مستربيت النهاردة يكون بيشرح الحاجة دي بكل بساطة لما اي حد بيبتلي لعب التراريا ويموت بسرعة ومش عارفية غلب البصات دايما بنصح بحاجة. البوشنز. ودايما دايما يا شباب. اي حاجة ببتدي اغلبها وبقول لكو. بيعمل بوشنز. ليه? بوشنز شباب هي تعتبر اهم حاجة لو انت بتبتلي تعمل اي حاجة صعبة في التراريا بتحالي ببصات صعبة. او حتى بتعمل تحديات. فمسلا دايما انا يكون معاي اي ريش بوشن وحتى سامنينج بوشن واضافة الاكل. وده من غير حتى بتاع ماجيك. فدائما يا شباب لما بتبقى لعب الترارية انا دايما بنصح اي حد يكون بيبتدي يعمل ببوشنز. بس مشكلة هو مش بيعرف يبتدي منين. فانا في حالة النهاردة الشباب هكون بقول لكو ايه هي اول خطوة تبتدي فيها البوشنات وهي الاعشاب. زي ما نشافني يا شباب انا كنت عامل ده في العالم بتاعي وهو كنت عامل صف كامل اعشاب ودي عافية مزرعة صغيرة مش مزرعة كبيرة. فانا اولادي كنت مجهز نفسي للحاجات دي كلها. لكن هيا فكرة انا عملت ده بعد وقت كبير في اللعبة ما كنتش فاهم اهمية الاعشاب دي غير بعد مواجهة بصات صعبة في الاكسبرت وحتى في الماستر مون. راحنا عندنا واحد اتنين تراتة اربعة خمسة ستة سبعة اعشاب الشباب هكون بشح لقوة. كل حاجة عنها بالتفصيل. فطمام ما تنساش لو عجبك الفيديو ده ولا عاجبك محتوى تراتكم بتسيب لايك على قناة وتكون بتشترك ونشوف رأيكو في الكومنتات تحت شباب لو عندك اي تعليقات او عندك اي اقتراحات لفيديوهات في المستقبل لتعلم ترا ريام عن مستر بيت. ودلوقتي نفرض انك بدأت عالم جديد فانت عاوز دلوقتي تكون بتجمع كل الاعشاب. طبعا في اكتر من طريقة في طريقة انك تروح تجمع كل واحد لوحده. وحتى بعض ظروف مناسبة او في طريقة سهلة لو انت حظك حلو في العالم بتاعك انك تلاقي وهيرباجز. وهيرباجز دي شباب بتبع عبارة عن الكياس من جمع شوية اعشاب فممكن تلاقيه فيه حتى الكهوف الموجود على السطح. لو انت حظك حلو يعني. في واحد هنا. من كده. جب الضبط. او. من اول واحد. عندنا الهيرباجز. بس ثانية واحدة شباب هكون بعدي على كل الكهوف. وابتدي اشوف لو لقيت اي هيرباجز تاني وكن بجيلكو على طول. وبعد ما دورت شباب في العالم كله لقيت حوالي سبعتاشر هيرباجز. بدل الوقت هندوس كليكي مين عليهم ونبتدي نفتح الهيرباجز مع بعض. احنا بنركز على احنا عاوزين سبع انواع مختلفة من الحبوب. فاحنا هجيبنا الوقت كبير بلاصم. البلينكروت. عندنا ايه تاني. ومن حظن الحلو لقينا كل السبع نباتات في الهيرباجز اللي احنا لقناها. طبعا دي اسرى طريقة ممكن تجيب بها الهيرباجز دي. لو من حصن حظن احنا لقينا كل السبع انواع من النباتات في. لو بقى من حصن حظن احنا لقينا كل انواع النباتات في الهيرباجز اللي لقناها في العالم بتاعنا. فدي اسرى شباب طريقة ممكن تلاقي بها كل انواع النباتات عشان تبتدي المزرعة بتاعتك من اول اللعبة. لكن في النفط شباب ان كان حظنك ما كانش حلول الدرجاء دي فهضطر تروح تجيب كل نبات لوحده. فاول حاجة واسر حاجة اللي هي اللي هو الوردة دي. الوردة دي خبالك مش بطلع في النهار فقط. يعني لو جي الوقت بالليل بصوا كده. مش هدخل منها بتاعتها. شايفين? اول ما بيجي بالليل الوردة بتختفي. لازم تكون في النهار. عشان لما تيجي تكسرها هيوقع لك. احنا المهمة عندنا نجيب السيدز مش النبات نفسه. انت لو عاوز تزرع مش عاوز النبات هتعاوز الحبوب بتاعته. يبداك الاول نبات شباب وكون محتاج يكون نهار عشان تحصد الحبوب بتاعته. وتاني نبات هو لكن ده بيطلعش غير في السحرة وغير كده لازم تكون الدينة بتمطر. لو الدينة مش بتمطر مش هتقدر تجيب الحب بتاعته. هو نبات ده يا شباب. وشمال عمل الفكرة كده لان النباتات في السحرة بتعتمد ازهارة على وقت المطرة فقط. مش كده بقى النبات ده نبات سوائر. فانت هتكون بتدور على نبات كبير في السحرة. عشان تقدر تكون بتحصد البذور بتاعته. لازم يكون نبات مطلع ازهار لونها ازرق. بزرق. هو نبات ده. فكده هتقدر تجيب الازهار بتاع وده اللي احنا محتاجينه. وده كده تاني نبات. يبقى لازم يكون في السحرة ولازم تكون الدينة بتمطر. والتالت نبات شباب ده هتقدر تروح ليه او متاكل او مش بيطلع غير هناك وهو وده نبات زي ما تشايفينه لسه مش مطلع ازهار بتاعته. ازهار بتاعتهم بلونها احمر عشان يطلع ازهار لازم له الشرطين. اول حاجة دين تكون بالليل. مشكلة بس. لازم يكون في بلاد مون شغال او لازم يكون كامر مكتمل او يكون في بلاد مون. لكن في جهة ده وقتي ان ده ده مش الكامر المكتمل فهنطلع نكون بتشغل كده هو. واول ما بلاد مون يشتغل هتلاقي لون الماية بتحول لونها احمر وتقدر تكون بتحصل النبات ده بالا ازهار بتاعته وحتى الحبوب بتاعته. والرابع نبات شباب اللي هو اللي انت شايفينه قدامكم ده وهو لكن شرط انك تقدر تكون بتحصل بزور بتاعته هو ان يكون بالليل من اسمه يعني ضوء الكامر فلازم يكون موضوع بالليل. وده شكل اول ما يتعمله او يطلع على زهر بتاعته عشان تحصل بزور بتاعته وكده يبقى معانا رابع واحد وهو يبقى ده في الجنجل وبالليل. اما خمس واحد شباب هو ودي مش بتطلع غير في التالج وبتطلع في اي وقت تحت اي ظروف بس مشكلتها الوحيدة انا بتطلع ببطء شديد جدا واول ما تطلع مش بتروح تاني. بمعنى اهي لو ازهرت مرة هتفضل مزهرة على طول لحد بس انك تسيبها الوقت وتطلع لوحدها. فتعالوا كيف بقى انا جمع للزهور دي? يبقى ودي البزور بتاعتها. وسادس نابات الشباب هو وهو ده بيطلع في او حتى في وده ممكن حتى تلاقيه عن طريق لو انت مش عارك في عنه. تشرب وشباب هيكون ببيان لك مكان ده بالزب في الكهوف. وده برضو من وشوقت معين هو بيطلع وبيزهر وبيختفي الاظهر بتاعه على وقاياة مختلفة فانت ممكن تكسر وكده بعد ما يكون مزهر. وتلاقي بتاعتنا. يبقى كده يا شباب اعلن اخر واحد. واخر واحد الشباب هي ودي مش بتطلعها غير في الجحيم تحت وليها شرطين. اول حاجة الوقت بتاعك لازم يكون بين تلاية خمسة واربعين لسبعة وتلاتين دقيقة ولازم ما يكونش فيه ابدا اي مطرة. بالزبط كده حالياة ساعة البعة ونصف فمن التلاتة الخمسة وربعين دقيقة لسبعة ونصف يا شباب ممكن تلاقي الاظهر دي موجودة في الجحيم تحت وتلاقيها بطلعة الوردة بتاعتها وتقدر تكسرها وهي مطلعة الوردة عشان تجيب البزور بتاعتها. وبكده يا شباب بانتهاء السبع انواع من البزور والنباتات او الاعشاب محتاجين لنعرف ازاي هنكون بنزرعهم. ودلوقتي بعد بجيبنا البزور مهميتنا ان احنا نحاول نزرع البزور دي. فانت هتكون بالدور في عام بتاك هتلاقي حاجة باسميها او الطمي. بتجمع منه كميات على دي ما تقدر. بروس جمع محبة ستون. نحط كده هو. بل كده نعمل فرن. والفرن ده نحطه جنب وبعد كده هنكون بنحول لكل بطس. فكل بيستهل خمسة بطس دي فانت اعمل عدد ما تقدر من دي بحيث انها هي تكون مقدمتك لازراعة في تراريا. بعد كده حط بتاعتك. حط فيها ومجب ما حط شباب ممكن تزرع بقى بزور هنا وهي هتطلع سواء فور ارض تحت ارض تحت اي ظروف بيخلينا بتاعتك تنو. لكن الحاجة الوحيدة اللي هتقصر عليها ظروف المناخ اللي قلتلكو عليا هو ازاي ممكن تجيب البزور من النباتات دي بعد متكبر. فنزرع حبة مونجلو. تزرعنا حبة ووتر ليف. نزرع مسلا حبة عادي جدا. حبة مونجلو. حبة بلينك روت. حبة داي بلوم. حبة شيفر هورن. واخر حاجة ادي سويد. وبكده شابتكم بدأت اهم حاجة ليجيك في تراريا وهي مزرعة العشان بتاعتك اللي هتكون بساعدة تعمل بوشينات عشان تقدر تغلب البصات وتعمل تحديات وتبتري تعمل حتى فيديوهات زي كتاعة يوتيوب. لكن انت لو عندك في عام بتاعك وعندك تغلب البصات بتاعة اللعبة فهي يكون بتفتح لك حاجة بنسميها البلانتر بوكس. مسلا. المونجلو. البلينك رود. وبقى ايه الحاجات. دي ثويد. واخر حاجة. والدولة على شروح لكم ايه الفرق ما بين البلانتر بوكس دي والكليبوت ده. اول فرق هو بيحتاجي يتحطى على بلاد فورم. يحتاجي يتحطى على حاجة. على عكس مسلا البلانتر بوكس اللي هو بيعتبر اساسا بلاد فورم. طبعا ده هيوفى عليك حاجات كتير. اولها هي من سياحة بقى انك ممكن تسيب بس فرق بلوك واحدة بين كل بلاد فورم بلاد فورم. او بين كل بلاد فورم بلاد فورم. فبكده يكون عندك سبع اشكال من بلاد فورم لكن الفكرة شابعش الناس ممكن تكونش عارفة الكلام ده. انك ممكن تزرع اي نبات في اي بلانتر بوكس. الفكرة كلها في الاشكال دي هي اشكال كوزماتيكس. حاجة لمزهر فقط. يعني ممكن تمسك بزور تزرعها في المكان بتاع دي بلوم. او حاضر تزرع هنا او تزرع هنا وهتطلع في كل الاحوال. لكن الفكرة كلها لو انت عاوز تعمل حاجة بقى كوزماتيك حاجة شكلها حلو وحاجة عملية ممكن تستعمل بلانتر بوكس لكن دي حاجة مش ضرورية. ففي البداية طبعا هنصحك تستعمل وتعمل مزرعة سريعة الحد ما تقدر تجي بلانتر بوكس بحيس بلانتر بوكس شايفين انت ممكن تعمل تلات صفوف في مساحة صفين هنا. وعشان تبقوا مصدقيني يا شباب اهو في اكتر من واحدة. بتطلع حتى في البداية اللي اسم مطلعتش في اكتر من حاجة مختلفة بتطلع. فانت بكل بساطة الشكل بتاع بلانتر بوكس هو شكل فقط. مالوش اي علاقة بوظيفة ان هو يخلي حاجة مؤسرع او ابطأ. ودلوقات شباب محتاجين انه يكون بنلاقي طريقة اكثر فعلية تديني نباتات اكتر وتديني بذرور اكتر وهي عشان بصوا كده على المكتوب عليها بمعنى لما تيجي تعمل كده ما عنديش حاجة في اللي لو انا عملت كده ده اعطاني واحدة وعطاني تلاتة. وكزلك فدي عنده نسبة افضل انه يوقع لك او يوقع لك حتى النباتات فدي حاجة حلوة لو انت عاوز تكون بتعمل تدي اقصى فعلية ان تكون تستعمل. وبكرة شبابة اكون شرحتكم كل حاجة عن الاعشاب كل معلومات التي تمحتاجها وازات الجماعة وحتى ازات تزرع او تحصدها. ومن اهم النصائح لبديها لاي حد بدء فتراريا اعمل مزرعتك بدري فتراريا. يبتد اعمل بوشناتك بدري جدا فتراريا. لكن لو انت عاوز تكون بتعمل كل بوشنات هتكون بتضطر تلجأ للصيد. وفيديو الصيد هيكون فيه وقت وراه برضو ان شاء الله بحيز بعد ما نعمل فيديو الصيد اكون بعمل لك فيديو كامل عن كل بوشنات وازاي تعملها وايه هي فوائدها بالتفصيل. لكن لحظة الملواتي دا يجي اتماع فيكم في فيديو عجبكم سبتاعتكم استفدتوا واتمانا اشوفكم في قراءة بقت يلا مع السلامة باي 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 باي. اشتركوا في القناة